بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أسفر الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزائي الطلاب اليوم نستكمل إثراءات تحدثنا عن وحدة الأولى واخذنا إثراءات فيها ما يتعلق بالمناهج والدرس إثراء أول وإثراء ثاني وحدة التقنيات اليوم سنتحدث أيضا عن إثراء لوحدة النوادر والقيم لوحدة النوادر والقيم سنتحدث أيضا عن أهم الموضوعات التي فيها إثراء ثلاثة طبعا نحن في الوحدة الثانية وحدة النوادر والقيم وحدة النوادر والقيم لاحظ معي هذا الشكل في رسم الكلمات المنونة تنوين النصب وقلنا في الرسم تنوين النصب كيف يرسم التنوين هي نون ساكنة تلحق آخر الإسم الأسماء المعربة تنطق ولا تكتب هنا لفظا لا خطا يعني أنها تنطق فقط نون لكنها لا تكتب تنوين الضم وتنوين فتح وتنوين كسر عندنا ثلاثة أنواع من التنوين تنوين الضم وتنوين فتح وتنوين كسر طبعا تنوين الضم ضمتان وتنوين الفتح فتحتان وتنوين الكسر كسرتان مر رجل بأبي بكري الصديق بأبي بكري الصديق رجل هنا تنوين الضم وهو المقصود به ضمتان مر رجل تنوين الفتح فتحتان دعي جحى يوما يوما لاحظة تنوين هنا نون تنطق نون تنطق لكنها لا تكتب يوما رجل هنا كذلك هنا في تنوين الكسر كسرتان كان ذا مال مال وفير مال يوما رجل كلها هنا تنوين وهي نون تنطق ولا تكتب أو نون تلحق آخر الاسم الأسماء المعربة طبعا تنطق ولا تكتب الأسماء المعربة دليل أن الأسماء المبنية ليست منونة بل أنها لا تضرع لها الحركة لأنها تلزم حالة واحدة وكذلك الأفعال أيضا لا تنون وإنما التنوين من خصائص الأسماء فهي نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المعربة تنطق ولا تكتب تنوين ضم تنوين فتح تنوين كسر ضمتان ثم فتحتان ثم كسرتان رجل ويوما وهي نون ساكنة ومال هنا تنوين الكسر طبعا نحن نركز على تنوين النصب على تنوين النصب لاحظ معي هنا المساكين مثلا وباليا ويسيرا وميؤمن وكان هنا الفرق بين النون الأصلية ونون التنوين فرق بين النون الأصلية ونون التنوين فأقول هنا خاصة هنا النطق فقط تنطق لكنها لا تكتب كذلك مثلا كذلك باليا لاحظ وأقول هنا يسيرا وهنا كلها نون لكنها نون تنوين وليست نونا وإنما تنوين ليست نونا تسمع نونا أو تنطق نونا لكن أيضا هنا ليست نونا حقيقية وإنما فقط في النطق فأقول مثلا وخاصة وباليا ويسيرا النون الأصلية كان نا المساكين مساكين أيضا نون يؤمن كذلك هنا كلها هذه نون لاحظوا معي هنا في التعريف في إضاءة نون ساكنة تلحق آخر الأسماء نطقا آخر الأسماء نطقا وليس كتابه نطقا وليس كتابه معنى أن النون هنا تأتي فقط في النطقي ولا تأتي في الكتابة لذلك هنا أنا أنطقها أقول خاصة ومثلا وباليا ويسيرا بينما النون الأصلية هي حرف أصلي أصلا في الكلمة في بنية الكلمة وينطق ويكتب مثل كان كان فهنا النون الأصلية في نطق الحرف والحرف أصلي ينطق ويكتب وينطق أما التنوين فإنه لا يكتب نونا وإنما فقط تسمع لأنها أكثر من حركة حركتان فتحتان أو ضمتان أو كسرتان فهنا التنوين لذلك سميت نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المعربة فأقول خاصة ومثلا وباليا ويسيرا أما النون فهي نون الحقيقية كان والمساكين ويؤمن حروف الانفصال هنا حروف الانفصال في التنوين مقصود بها أنها لا تتصل أو تنفصل بمعنى في الكتابة إذا أردت أن تكتب في الانفصال التي لا تتصل بما بعدها في الحروف الستة طبعا هذه الحروف لا تتصل بما بعدها في الكتابة وهذا أيضا يفيد أننا كيف ستعرف حتى نستفيد منه في التنوين وأن هناك هل يأتي ألفا زائدة في التنوين أو لا تأتي ألف طبعا الألف والدال والدال والرا والزاي والواو هذه كل الحروف التي لا تتصل في الحروف التي بعدها أثناء الكتابة فإذا أردت أن تكتب هذه الحروف لا تتصل بحروف أخرى لذلك هذه تسمى حروف الانفصال حروف الانفصال الحروف التي تتصببها بعدها وهي الحروف الستة الآتية الألف والدال والذال والراء والزاي والواو هنا أستنتج أن تكتب ألف التنوين نصف في الإسم المنتهي بحرف صحيح متى تكتب الألف ومتى لا تكتب هنا ألف التنوين تكتب في حالة بحرف صحيح غير الهمزة التي فوق الألف والتاء المربوطة بهمزة مصطرفة قبلها حرف ساكن إذن تكتب ألف التنوين نصف في الإسم المنتهي بحرف صحيح غير الهمزة إذن إذا كان آخرها همزة لا تكتب ألف التنوين إذا كان حرف الصحيح مثلا منون وآخرها همزة وسنعرف ذلك لا ليس فوق الألف والتاء مربوطة بهمزة مصطرفة قبلها حرف ساكن وهذه ألف التنوين متى تكتب ومتى لا تكتب وهنا سأركز أيضا أكثر على متى تكتب ألف التنوين وقلنا إذا كان آخرها ألف فوقه همزة أو كان آخرها تاء مربوطة غالباً هذه ألف التنوين لا تكتب كذلك هنا لا تكتب ألف التنوين في الإسم المنتهي هنا أربعة أربعة أسماء هنا ألف التنوين المقصود به مثلاً هنا أضاف ألف هنا لم أصل آخر الكلمة يوماً كذلك آخر الكلمة مميم فأضيفة ألفاً للتنوين للزيادة فهذه ألف تنوين زائدة تأتي مع الكلمات متى لا تأتي؟ متى لا تضاف عند الكتابة؟ هنا إذا كانت آخر الكلمة همزة قبلها ألف إذا كان آخر الكلمة همزة قبلها ألف فإنها لا تكتب ألف تريد مثل جزاء فأنا لا أكتب مثلا ألفا أخرى بعد أن لا تأتي همزة بين ألفين وكذلك إذا كان آخر الكلمة ألف مقصورة ففتن هنا أيضا وأقول هنا بتاء مربوطة إذا كان آخر الكلمة أو آخر الكلمة همزة فوق الألف آخر الكلمة همزة فوق الألف مثل نبأ هنا همزة فوق الألف أو تاء مربوطة هو ألف مقصورة أو همزة قبلها ألف هذه الأربع حالات لا تكتب فيها ألف التنوين ألف التنوين لا تأتي في الأربع حالات هذه بمعنى تقول ولا تكتب ألف التنوين نصب في الإسم المنتهي إذن لا تكتب ألف التنوين في الإسم المنتهي بهذه الأربعة همزة قبلها ألف أو بألف مقصورة أو بتاء مربوطة أو بهمزة فوق الألف أو بهمزة فوق الألف وهذه أربعة أشياء لا تكتب فيها ألف التنوين إذا أتيت في التنوين فأنت لا تكتب هذه الألف لا تكتب هذه الألف لاحظ معي هنا في العبارات الآثية مع ملاحظة العبارات الملونة أو الملونة مكانا دخل جوح المجلس فلن يجد من يطلقا ويرحب به في الجلس وحيث وجد مكانا مكانا هنا لا تكن عبءا عليه لا تحملهم عنه عبءا مكانا هنا انتظر الضريف وقتا يسيرا وعندما ورى الغنيه أماما قال له يا أخ العرب هل يمكن أن تضع لي درهما في هذا الكوب ووضع أمامه كوبا صغيرا فارغا وخفى جزءا منه في التراب ومن أشرك بي شيئا تركته لشريك الذي أشرك بيه وأنا عنه غني قد تراه مستمدا هنا مستمدا لك من قوم عشاك مستمدا وشيئا وجزءا وقتا عبءا مكانا كل هذه الكلمات ملونة تنوين النصب كل هذه الكلمات ملونة تنوين النصب هنا أتت ألفا بعدها لاحظ مكانا عبءا وقتا هنا عبءا أصلها عبء همزة في الأخير لكنها اتصلت بالألف ثم أصبحت كورسي فأصبحت هنا من حروف المتصلة ليست من حروف المنفصلة نحن قلنا حروف مفصلة ألف والدال والدال والراء والزاي والواو عندما تحدثنا عنها فهنا إذن تتصل إذا اتصلت ألف التنوين فتتصل هذا بالهمزة وقتا هنا أيضا ألف زائدة هنا جزءا أتت بعدها وهنا شيئا كذلك شيئا لأن الحرف الياء هنا يتصل بالهمزة فياتصل هنا مع الأن هنا مستمدا طبعا هنا أتت ألف أيضا التنوين في حرف الدال لكن جزءا هنا لأن الزاي ليست متصلة لأن حرف الزاي هنا ليست متصل لكن هنا شيئا لأن تتصل بالهمزة فاتصلت بالهمزة مع الألف لكن هنا جزءا هنا الزاي ليست متصلة وإنما منفصلة من حروف المنفصلة لذلك هنا أتت فقط الألف منفصلة والهمزة على السطر جزءاً لكنها زادت كلها هنا زادت فيها همزة أو زاد فيها ألف عفوا ألف تنوين زاد فيها ألف تنوين لأن هنا ألف تنوين طيب لاحظ معي أيضاً رداءاً عمامة خطأاً هدى هذه الكلمات التي لا تقولون دعي يا جوحى يومياً لوليما فارتدى رداءاً أتيقاً ووضع على رأسه عمامة بالية فقرر أحد الظرفاء أن يلقن هذا الغني ودرسه لا ينسىها بدون يتعلم منه أن ما يفعله بل يعد خطأاً 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 كبيراً سوف يضيع ثيابه فهم الغني الدرس فرأى هدى وضياء في ذلك الموقف لاحظ معي رداءاً هنا لم يضاف ألف عند التنوين لماذا قالوا لأن قبلها ألف إذن هذه في الحالة إذا كان ما قبل همزة ألف أو همزة قبلها ألف أنه لا يضاف ألفاً زائدة فقط اكتفى بالتنوين وبالحركة عمامة ما أخرها تأم ربوطة أيضاً هنا التنوين لكن أخرها تأم ربوطة فلم يضاف ألفاً للتنوين زائداً هنا خطأاً كذلك ألف فوقه همزة أو ألف مقصورة هدى وخطأاً وخطأاً ورداءاً وعمامة كل هذا لم يضاف ألفاً لم يضاف ألف التنوين إذن هذه الموابع الأربعة التي لا تزاد فيها ألف التنوين التي لا تزاد فيها ألف التنوين ما كان منتهياً بهمزة قبله ألف فلا يأتي ألف التنوين إطلاقاً منه فقط يكون التنوين لوحده ما كان منتهياً بتاء مربوطة وما كان منتهيا بألف فوقه همزة ثم ما كان منتهيا بألف مقصورة ما كان منتهيا بألف مقصورة إذن هنا هذه الكلمات لاحظ مجموعة ألف ما كان الألف فيها زائدة أو ألف تنوين هنا زادت مكانا وعبا ووقتا وجزءا وشيئا ومستمدا وطبعا هذه مجموعة ألف مكانا وعبا ووقتا وجزءا وشيئا ومستمدا كلها زادت ألف كلها زادت ألف طبعا هنا لنا الحروف صحيحة أو ليست من حالات التي لا يزاد فيها ألف زائدة إذا كان الحرف يتصل مثل عب أن الباء والهمزة عب متصلا وقتا هنا أيضا تتصل الألف مع الحروف الزائدة في التنوين إذا كان الحرف ما قبلها لا يتصل مثل الزائد هنا فإن الهمزة لا تتصل به كذلك الألف تأتي منفردة الألف تأتي منفردة في الكتابة فلا تتصل هنا تنفصل إذن هنا من الحروف المفصلة إذن هذا في طريقة الكتابة هذا الهدف في طريقة الكتابة وكذلك شيئا هنا اتصلت لأن هنا لها تتصل بالهمزة مستمدا وكلها هنا ألف زائدة كلها هنا ألف زائدة وهذا في تنوين النصب وهذا في تنوين النصب أما الكلمات رداعا وعمامة وخطأا وهدى هنا لم تأتي ألف زائدة لم تأتي هنا ألف زائدة وإنما فقط بقي التنوين على الحرف الأخير من الكلمة بقي التنوين على الحرف الأخير من الكلمة ولم يزاد ألف وهنا الألف لم تأتي قالوا لأنها ما ختم بألف بهمزة هنا قبلها ألف فلا يجتمع ألف أو همزة بين ألفين لا يجتمع في اللغة هنا أيضا في كتابة هنا عمامة أيضا ما كان آخرها تاء مربوطة أيضا لا تستطيع أن تأتي بألفا زائدة أو بألف زائدة للتنوين خطأا كذلك هنا ما كان ألفا فوقه همزة فلا تتكرر أيضا ألف التنوين مع الهمزة هدى أيضا ألف مقصورة لأنها لو سأردت ألف لتغيرت أيضا هدى في الحركة هنا أربع كلمات هنا من الصعب أن تأتي بألف زائدة لكن بقية الكلمات قد تأتي بألف زائدة عند التنوين إذن التنوين هي نون ساكنة تلحق وآخر الأسمان معربة نطقا لا خطا ونطقا لا خطا في تنوين النصب تزاد الألف في تنوين النصب تزاد الألف في كل الكلمات في إذا كان متصلا فتتصل مع الحروف المتصلة مثل عبءا الباب على الهمزة ووقتا قلنا أيضا التاء وإذا كان منفصلا مثل جزءا فإنها تنفصل وتبقى لوحدها لكن الألف هنا زائدة في هذه الكلمات المجموعة ألف أما مجموعة باء فهنا في كلمات أو المجموعة هذه لا تزاد فيها ألف التنوين لا تزاد فيها ألف التنوين مثل هنا إذا كان منتهيا بهمزة قبله ألف شرط طبعا هنا منتهيا بهمزة جزءا لكن قبله زائي والزائي هنا لكنه ليس متصنا فقط فالألف التنوين تأتي لا بأس في ذلك هنا لا منتهي بألف قبله منتهي بهمزة عفوا قبله ألف أو منتهي بتاء مربوطة أو منتهي بألف فوقه همزة أو كان مختوما بألف تأنيث مقصورة مثل هدى رداءا وعمامة وخطأا وهدى هذه الأربعة كلمات لا يزاد فيها ألف التنوين أما بقية كلمات فإن ألف التنوين يزاد فيها وسواء كان متصلة أو كانت ممفصلة لاحظ معي هنا علامة تنوين نصفة حتان تنوين نصفة حتان وتكتب على الحرف الأخير من الكلمة وتكتب على الحرف الأخير من الكلمة معنى أنها تكتب قبل الألف وتأتي الألف زائدة لأجل التنوين وتأتي الألف زائدة لأجل التنوين فلا تكتب إلا على الحرف الأخير من الكلمة ثم أقول هنا ألف التنوين ألف زائدة تلحق بعض الأسماء عند تنوينها تنوين نصف هنا ألف التنوين ألف زائدة تلحق بعض الأسماء عند تنوينها تنوين نصف مستمداً وشيئاً وجزءاً ووقتاً وكما ذكرنا ذلك وتحدثنا عنه هنا أتذكر أن حروف الانفصال قلنا حروف الانفصال لا تتصل بما بعدها حروف ستة الألف والدال والذال والرا والزاي والوا هذه حروف الانفصال جزء هنا الزاي منها أو جزاء هنا أنوّن كلمة جزء وجزاء تنوين نصب مع ذكر السبب هنا جزء جزءاً هنا تأتي الألف تنوين أقول فيه جزء جزءاً في تنوين نصب وأقول فيه جزاء طبعا هنا في جزاء أقول جزاء طبعا هنا لماذا لم أتت ألف قال ناخر يسمي همزة على السطر قبلها ساكن جزء و همزة وتأتي أيضا ألف و يجوز هنا ولكن الحرف لا يتصل لكن الحرف لا يتصل لكن هنا جزاء لأن ما قبل الهمزة لم تأتي ألفا لأن ما قبل الهمزة ألف أصلا هنا ما قبل الهمزة حرف زائي ولا بأس في ذلك فتأتي الألف زائدة هنا جزءا أقول الألف زائدة ألف تنوين لأن ما قبل الهمزة زائي فقط فهنا أيضا يجوز أن تأتي ألف في التنوين لكن الزائلة تتصل هذا القصد مع الهمزة هنا جزاءا هنا لم تأتي الهمزة الزائدة في التنوين لماذا لم تأتي الألف الزائدة في التنوين بعد الهمزة قالوا أن ما قبل الهمزة أيضا ألف فلا يجتمع بين همزة بين ألفين هنا في جزاءا لذلك قالوا لأن آخر اسم أيضا همزة قبلها ألف آخر اسم همزة قبلها ألف وهنا فلا تأتي الألف فلا تأتي الألف وهذه من الحالات أما جزءاً فيجوز أيضاً أن تأتي ألف زائدة هنا أقول أتعاون مع مجموعة أكمال الشجرة طبعاً اسم منتهي بحرف صحيح غير الهمزة التي فوق الألف والتاء المربوطة هذه ألف تنوين تكتب ألف تنوين ما تكتب ولا تكتب وهذا أيضاً تذكيراً ألف تنوين تكتب في الإسم المنتهي بحرف صحيح غير الهمزة الإسم المنتهي بحرف صحيح غير الهمزة يعني حرف صحيح غير الهمزة التي فوق الألف والتاء المربوطة حرف صحيح غير الهمزة فوق الألف والتام مربوطة أيضاً اسم المنتهي بهمزة منصطرفة قبلها حرف ساكن لا تكتب ألف التنوين في الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف اسم المنتهي بهمزة قبلها ألف مثل جزاء هنا لا تكتب أيضاً ألف التنوين وكذلك لا تكتب الاسم المنتهي قلنا بألف مقصورة وكذلك لا تكتب في الاسم المنتهي بتائن مربوطة بتائم مربوطة وهذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة لا تكتب أيضا ألف التنوين بالاسم المنتهي بهمزة فوق الألف بهمزة مثل خطأ فهنا لا تكتب ألف التنوين بهمزة فوق الألف الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة طبعا هي أبو أخو حمو ذو فوق وجدت في اللغة أسماء خمسة لها إعراب خاص ترفع بالوال تنصب بالألف وتجرب الياب قالوا هنا هذا أبوك أو حضر أبوك ورأيت أباك وسلمت على أخيك هنا الأسماء الخمسة إن رأيتها بالوال فهي مرفوعة إن رأيتها بالألف فهي منصوبة إن رأيتها بالياء فهي مجرورة إذن هنا لها حالة الأسماء الخمسة حالات ظل أبو ثابت يضع درهما وراء آخر أبو لاحظ ظل أبو ثابت كان الغني ذا مال وفير قال له يا أخا العرب قال له متفاخر من أفيه درهم طبعا هنا في الأولى ظل أبو ثابت أبو هنا ظل اسم ظل طبعا ظل من أخوات كانة وكما تعرف أنها ترفع كانة واسمها يكون مرفوعا وخبره يكون منصوب فكانت تدخل على الإسم المبتدأ فتترفعه ويكون اسمها وتنصب الخبر ويكون خبرها ظل من أخوات كانة أيضا كان وأصبح أمس أضحى ظل بات صار إلى أخير من أخوات كانة كلها تدخل على جمل اسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها أبو هنا مبتدأ لكن عندما دخل الظل عليه أصبح اسم ضلة فهنا ايضا مرفوعا ترفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة كان الغني هنا كان مثلها مثل ضلة ترفع المبتدى وتنصب الخبر هنا اسمه كان الغني إذا ذا هنا خبر كان فخبر كان يكون منصوبا يكون منصوبا والأسماء الخمسة تنصب بالألف فأقول كان الغني ذا مال وفير خبر كان منصوب على نصبه الألف قال له يا أخى العرب هذا المناد والمناد دائما منصوب هو المنادى دائما منصوب فهنا أيضا منادى منصوب لكنه ينصب بالألف لأنه من أسماء الخمسة يا أخا العرب يا أخا العرب قال متفاخلا بملء فيه فيه مضاف إليه مجرور لأنه هنا يجر بلياء يجر بالياء وهو مضاف وله في ضح محلي جر مضاف إليه لكن هنا يجر بلياء وعلامات جره الياء لأنه من أسماء الخمسة إذا أسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف بحسب حالتها l-arabia وفي موقعها تجر بالياء طبعا هذا الاستنتاج نقول اسماء الخمسة هي أبو أخو حمو ذو فو هذه اسماء خمسة علامتها في الرفع الواو ترفع علامة رفعها الواو تنصب وعلامة نصبها الألف تنصب وعلامة نصبها الألف تجر وعلامة جرها الياء إذن رفعا بالواوي ونصبا بالألف وجر بالياء وجرًا بالياء لاحظوا معي هنا فراغات الأسماء الخمسة نقول لكم من الفراغات الأسماء الخمسة تقول أبو أخو حمو ذو فو هذه أسماء الخمسة ترفع علامة رفعها الواو وتنصب وعلامة نصبها الألف وتجر وعلامة جرها اليا وتجر وعلامة جرها اليا إذن هي الأسماء الخمسة ترفع علامة رفعها الواو وتنصب وعلامة نصبها الألف وتجر وعلامة جرها اليا هي أبو أخو حمو ذو فو أبو أخو حموذو فو طيب هنا الجملة الخبرية المنفية الآن الجملة الخبرية المنفية الفعلية لاحظ معي هنا في بداية إضاءة أن الفع مضارع يكون مجزوما إذا سبقها بلم أداة جزم أقول لم يكتب الطالب فهنا فع مضارع يكون مجزوم إذا سبق بلم لأن لم هنا تجزم الفع مضارع يكون الفع مضارع بعدها مجزوم أنه جزم السكون إن كان صحيح الآخر السكون إذا كان صحيح الآخر أقول لم يحدث لم يحدث وإيضاً حذب حرف العلة إذا كان معتل الآخر لم يخشى لا تنسى أيضاً إذا كان معتل الآخر هنا يحذف حرف العلة يحذف حرف العلة علامة جزم فإذا كان أخيره حرف علة وحرف العلة الثلاثة الآلفة والواولية فهنا عنده علامة جزم أو إذا سبق بذات جزم فإنه يحذف حرف العلة إذا كان من أفعال خمسة وهو كل مضارع تسط به ألف الاثنين وهو الجماعة ويان مخاطبة فإنه يرفع بعثبت النون لنصب ويجزم حذف النون فإذا جزم يذهب أيضاً الطلاب أقول مثلاً لم يذهبوا لم يذهبوا لم يذهبوا أصله لم يذهبون أصله يذهبون فدخلت لم فحذفت النون هنا أيضاً من جزم على جزمه حذف النون لأنه من أفعال خمسة لن هنا الناصبة تنصب المضارع طبعاً هنا الكلام عن النفي أن النفع المضارع يكون منفياً بلم وبلن هنا بلن حرف نصب واستقبال يكون بعدها مضارع منصوباً الفتحة الظاهرة هنا لن ينصب الفتحة وينصب الفتحة المقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف لن ينسى هنا أيضا منصوبة نصبه لكن فتحة مقدرة لأنها عن الألف لا تظهر أيضا حذف النون إذا كان من أفعال الخمسة هنا أيضا لو كانت عندي وديعة ما جحتها لو كانت عندي أمانة ما خنتها كلها نفي ما علم المدعي بفترة القاضي وأقول أنا لا أعطي أحد ولا أسأل والتباهي والتفاخر والضحك والثلاثة لن تنفعك وهذا أيضا نفي وأيضا هنا أقول لم يجد الرجل مثلا من ينهض لقائه ومن يحفظ أمانته كل هذا نفي فلن ولم هذه أدوات النفي هنا أدوات النفي أقول لا أعلم أن لن حرف جزم والفعل مضارع بعدها يكون مجزوما وقلنا بالسكون بحذف حرف العلة أو بحذف النون وأن لن هنا حرف نصب وأيضا الفعل مضارع يكون معها منصوب إذا كان صحيحا بفتحة وإذا كان معتلا بفتحة مقدرة وإذا كان من الأفعال الخمسة حذف النون وإذا كنت نفعل خمسة حذف النون هذا في حالة النصب هذا في حالة النصب هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الإثراء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين